أكد كورد لانتسمان المدير التنفيذي للمشروعات بشركة تيسن كروب التي شاركت في إنشاء المشروع أن مجمع مصانع الأسمد الأزوتية يعد علامة فارقة في الاقتصاد المصري وقال كورد في كلمته أثناء افتتاح المجمع أن المصنع يهدف لتأمين الغذاء وتصدير الفائض وأوضح المدير التنفيذي للمشروعات بشركة تيسن كروب أن إنشاء مثل هذا المجمع يشير إلى دينماكية الدولة المصرية ويتوافق مع الخطة الموحدة لرؤية مصر 2030